المستشار العسكري للمبعوث الأمم يزور مركز التعامل مع الألغام في الصنعاء وهو ذاته الذي جعل منه الحوثيون مركزاً لصناعة الألغام وتوزيعها في كل المناطق اليمنية بحسب يوكالة سباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين فإن المستشار أبدى استعداده للرفع باحتياجات المركز إلى الجهات المانحة مؤكداً أهمية دعمه ورفضه بالاحتياجات الضرورية بصورة عاجلة لمواصلة دوره في الحفاظ على حياة الناس ومنع سقوط المزيد من الضحايا وذلك هو المضحك المبكي بعينه إن صحت مثل هذه المعلومات التي يترتب عليها الكثير حول طبيعة الدور الأمم قبل أعوام ذكرت تقارير حكومية إن الأمم المتحدة دعمت الحوثيين بعربات خاصة بمكافحة الألغام حينها اعترضت الحكومة ونددت بذلك الإجراء من الطبيعي أن المستشار العسكري مطلع على الوضع العسكري في اليمن ومن الطبيعي أيضاً أن تكون قد مرت عليه بعض من التقارير الدولية والمحلية التي قالت إنما زرعته ميليشيا الحوثي من الألغام يجعلها في المرتبة الأولى في زراعة الموت منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية فلماذا يصدر الجنرال الأمم مثل هذا الموقف؟ لا شك أن الإجابة إن أتت على لسانه ستكون فاقدة للحجة والمنطق والمهنية فكيف يكافأ الحوثيون على الجانب الذي اخترقوا فيه كل قوانين الحرب وأخلاقياتها عوضاً عن القانون الدولي الإنساني